بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لنا في كل حلقة منه حديث شريف نأخذ منه ما استشرفه النبي صلى الله عليه وسلم عن زمان سيقبل يوما ما نقرأ متن هذا الحديث ونشرح معناه وننهل من فوائده ودرره وكوامنه ولطائفه بإذن لطيف الخبير أزمان آخر الزمان قبل أن نشرع بالحديث عن تلكم الأزمان وعن تلك الأحداث تعالوا لنسلط الضوء عن فترة آخر الزمان هذه الفترة التي تختلف عن سائر الحقب منذ أن خلق الله الخلق فترة غريبة عجيبة هذه الفترة شاءت حكمة الله عز وجل أن يكون أفضل رسول لديه رسولا لها أفضل نبي لديه نبيا لها هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشاءت حكمة الله أن لا يكون بقاؤه صلى الله عليه وسلم في الفترة التي هو نبي لها بطول الفترة التي هو نبي لها فلإن بقاءه فيها بقاء يسير بقاء يسير وإن سنية عمره الشريف صلى الله عليه وسلم قياسا على سنوات هذه الفترة الطويلة كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود فليس تمت رسول غيره ولا نبي غيره ولا مرب غيره ولا مرشد غيره صلى الله عليه وسلم يرشد الخلائق في هذه الفترة ولا بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يسخر كل الطاقات والإمكانيات في أيامه القصيرات لإدارة فترة آخر الزمان إنها مهمة المستقبل الممدود إنها مهمة المستقبل الممتد من مبعثه صلى الله عليه وسلم وحتى قيام الساعة وليست هي فترة أرخاء أو فترة سعادة أو هناء إنما هي فترة شائكة معقدة مليئة بالأحداث مختنقة بالانفعالات والاقتتالات والملاحم وإن أي فترة أقل حدة من هذه الفترة لتتطلب وجود النبي أو النبيين أو حتى الثلاثة كما معنا في صورة يون ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مرسلون لكن هذه الفترة المعقدة الشائكة ليس فيها إلا نبي واحد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإدارة هذه الفترة تعد في ديوان العقلاء مهمة مستحيلة لسببين الأول خلوها من وجود الأنبياء والمرسلين والثاني امتلاؤها بالفتن والمصائب والملاحم خالية من الأنبياء ليس فيها نبي وملئة بالأحداث وملئة بالمشاكل وملئة بالمصائب وملئة بالعجب العجاب سبحان الله إلا أن الله اختار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة فأتقنها أحسن إتقان وأدارها أحسن إدارة صلى الله عليه وسلم لمؤهلات وخصال جمعت في رسول الله لم تجتمع في غيره عليه الصلاة والسلام هذه الخصال تعالوا لنعاين بعضها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كمله ربه كمله فكان أهلا صلى الله عليه وسلم لإدارة هذه الفترة بل لأداء مهمة رسالة السماء وأداها وبلغ الأمانة صلى الله عليه وسلم الأولى شمولية الرسالة وقد بعثه الله برسالة لكل الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لأن الفترة تلك متعددة الانتماءات والمذاهب والمشارب فتطلبت وجود رسالة تعمهم جميعا تشملهم جميعا فكانت هكذا هي رسالة السماء رسالة الإسلام السمحة وأيضا عمومية الرحمة فإن الله عز وجل بعث نبينا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم رحمة ليس لأتباعه وأحبابه فحسب بل للأمة جميعا بل للكون كله بكائناته ومكنوناته ومتحركاته وجماداته قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ووجود طابع الرحمة مهم لأن هذه الفترة يغلب عليها القسوة والغلضة والشدة فناسب أن يكون قائدها متحليا بأعظم رحمة نزلت به صلى الله عليه وسلم فناسب وجود الرحمة مع هذه الفترة لأن الناس في ضيق في ظنك في غلضة في شدة في قسوة تحتاج إلى الرحمة وهو صلى الله عليه وسلم وأيضا فيه صلى الله عليه وسلم السيادة كمالية السيادة أن سيد ولدي آدم ولا فغر ولو لم يكن أفضلهم لما كان سيدا لهم وهو سيدهم لأنه أفضلهم عليه الصلاة والسلام فليس من أحد من الأنبياء ومن دون الأنبياء إلا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم كلهم تحته صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد أرفع من رسول الله فليس هناك أحد أرفع من رسول الله ولا أعلى ولا أسكى ولا أطهر صلى الله عليه وسلم وإيضا من صفاته صلى الله عليه وسلم الحرص الحرص على الناس الحرص على المؤمنين الحرص على إخراج الناس من الظلمات إلى النور لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليهم فترة تأتي أشبه بالأمواج المتعاطمة تجرف الناس نحو المعاصي نحو الظلمات نحو التيه نحو الضياع فتحتاج إلى مخلص إلى منقذ إلى رجل يكون حريصا على إخراجه مما هم فيه الناس في غفلة الناس في تيه الناس في ضياع يحتاجون إلى المخلص الحريص عليهم الذي يأخذهم ويأخذ بأيديهم من قاع الظلمات إلى نور الإسلام إلى المخرج إلى النجاة إلى الله جل جلاله وأيضا فيه النورانية النورانية المضيئة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهو السراج المنير للناس جميعا للخلائق حتى قال الله تعالى لمن أراد أن ينجو لمن أراد أن يسير في الظلمات فيخرج منها إلى النور عليه أن يتبع النور صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم جعله مصدرا للنور جعله مصدرا للنور فجعل يا أيها الناس في هذه الفترة المظلمة الشائكة يستطيع الإنسان أن ينجو منها نعم نعم في هذه الفتن والملاحم والضيق والفتن التي ترقق بعضها بعضا التي تسلب العقول والألباب التي تجعل الحليمة حيران هل ممكن لأحد أن ينجو نعم كيف باتباع النور الأعظم نور النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأيضا وظف الاستشراف في إدارة آخر الزمان بما أطلعه الله عليه من علم صلى الله تعالى عليه وسلم هذه بعض جوانب الشخصية الفذة لحضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم التي استطاع بهذه المؤهلات أن يدير هذه الفترة الطويلة الممتدة إلى قيام الساعة خير إدارة صلى الله تعالى عليه وسلم النجاة كل النجاة باتباعه والسير على سنته صلى الله تعالى عليه وسلم إن شاء الله نشرع بالأزمان في الحلقات القادمة حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة